سعودين كل رياضين سعودين منتخب صراحة يبيض الوجه منتخب يشرف نحن ممكن في سياق الحديث عن المنتخب اليوم كنا نسبة التفاؤل بالتأهل كانت كبيرة جدا على اعتبار ان الكوادر الفنية اللي في قائمة المنتخب يعني تعطيك هذا الانطباع تعطيك اليحاء ان هالمنتخب قادر ان يوصل للبعيد رغم البداية المتعثرة ما كانت هذه الخسارة من السنغال انعكست سلبيا على اداء المنتخب لا معنويا ولا فنيا بالعكس ولدت فيهم شعلة من الروح من الحماس وبالتالي ظهروا في مبارتين الاخيرة يعني اكثر قوة واكثر صمود واكثر رغبة للتأهل الشيء الاجمل في المنتخب يمكن نقول ان شاء الله حتى السؤال المطروح انا اعتقد ان اغلبية الرياضيين سيتفقون على الاجابة يمكن لو رجعنا اممكن خلينا اقول ابو لم يمكن يعيدني في هذا الموضوع نفس الرتم نفس الاداء نفس الاسماء نفس الاسلوب للمنتخبات السعودية السنية من سنوات بنفس الاداء لكن الحاجز ما بعد التأخذ هنا السؤال احنا الان استطعنا ان نقدم انفسنا في اطار جميل من خلال المنتخبات السنية وصلنا الى هالمرحلة بجدارة واستحقاق اليوم مجدنة جماعية تناغم في الاداء لايقة عالية رغبة وازرار تشعر ان حتى اللاعب السعودي عنده ثقة لاعب محترف مش لاعب هاوي بالتالي استطعنا اننا نفرض نفسنا في مباراة اليوم ما مننتخب الامريكي قادرين يعني انا قلتها ممكن خالد انه الاجمل في الموضوع انها بصبغة وطنية بحتة ما في عناصر اجنبية ما في يعني دائما نقول انه نعطي نهول الشيء السالب يعني دائما اللي كنا نركز عليه ونتعطى كاعلامين ومدانين فيه للاسف الشديد لانه نهول الجانب جانب الخصم اين كان يعني اي منتخب يقابل منتخب السعودي سواء ناشئين شباب اولمبي اول نعطي زخم من الاهتمام وينعكس بجوانب سلبية على اداء اللاعبين ومعنوياتهم المنتخب الامريكي ما يقارن من خلال العطاء الفني اليوم بالمنتخب السعودي بامانة يعني انا اعتبر واتفق مع ابو لما انه التعادل خسارة لانه انا شفت اليوم منتخب يقدم كرة قدم جميلة من حراسة المرمى حتى رأس الحربة يمكن المختلف في عدم انه ما استطعنا ان نكسب المباراة نرجع ونقول انه شوح المهاجمين عندنا لاعبين مميزين اليوم متحدث عن عبداليلاء العمري لاعب مواصفات يعني ما شاء الله تبرك الله سواه في الدفاع نعم في الدفاع وحتى في الهدف الارتقاء اذا كنب بنزيمة في هدف بنزيمة ارتقاء جميل فتشعر انه لاعبين عندهم القدرة حتى على الحسم في المواقف الصعبة المدافع ممكن يشيل ضعف المهاجمين